بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبدأ في محاضرة إضافية والتي سنتحدث عن شرح مسائل امتحانات سابقة التي اخذناها من نظريات وطرق تحليل فالسؤال الأول يقول يعني باستخدام نظرية التراكيب نجيبه الباور في السأل الاربعة فاصلة سبعة كيلو اوم رزيستور فمبدئيا اول شي فكرة نظرية التراكيب انك انت تلغي كل المصادر وكل مرة تخدم مصدر واحد فقط فعندي مصدرين فحنشتغل مرتين نقوله في الحالة الاولى نخدم المصدر هذا ونلغو المصدر هذا هنقوله انه 8 فولت هو الان والمصدر هذا هيكون اوف ونعود رسم السيركيت فعننا هذا ليو 8 فولت بالشكلية هذه ممكن المقاومتينها ما نخليهم مساوياتنا بالشكل هذا دار ما يكونوا معينات هذه مقاومة وهذه مقاومة هذا نلغوه بشورت سيركيت وهذه مقاومة وهو هذا الشكل المبسط عندنا 3 كيلو 8 فولت 4.7 كيلو واحد فاصلة واحد كيلو و 6.8 كيلو اوم 6.8 كيلو اوم و 6.8 كيلو اوم احضوا معينا هناليا الموضوع ما فيش توالي توازي فيحتاج للتحليل من دلتا الى ستار فبراحتكم لو تبقوا تحولوا من دلتا الى ستار باهي لو لكن انا نفضل للحالة هي لما يبدأ فيها دلتا الى ستار اني نيه مثلا نحلها بالمش سنقولوا اي وان اي تو و اي ثلاثة سنقول اي وان داش اي تو داش اي تري داش وانحللوهم بالمش اناليسس ابل المش اناليسس فثلاثة زايد 4.7 زايد 6.8 مجموعة المقاومات هادم اعطاني 14.5 سنقولوا 14.5 في ال اي وان داش ناقص المشتركة اللولة والتانية 4.7 في ال اي اتنين داش المشتركة باللولة والتالتة هي 6.8 اي تلاتة داش هذا يساوي جهد المصدر اللي هو اتمانية لان انا ما بتلفها هنا يبدأ سارة بتمانية تبشي جاءت تانية موجه بتمانية اه احنايا طبعا في اللوب التانية عندنا ناقص 4.7 في ال اي وان داش زايد مجموعة هادم اربعة بوينت سبعة زايد وين بوينت وين زايد 6.8 فيطلع معي 12.6 اي اتنين داش ناقص عندك 6.8 اي تلاتة داش وناتج يساوي زيرو اهنايا مشتركة بين هذه وهذه اللي هو ناقص 6.8 اي وان داش ناقص 6.8 اي تو داش ومجموحهم لوا 6.8 في 3 ومجموحهم 3 20.4 اي تلاتة داش هذا يساوي صفر فانحللوهم باللالة حاسبة 14.5 ناقص 4.7 ناقص 6.8 واتمانية ناقص 4.7 ناقص 6.8 وزيرو ناقص 6.8 ناقص 6.8 وعشرين فاصل اربعة وزيرو فاطلع لي الاي وان داش هذا يساوي واحد فاصل زيرو ستة واحد خمسة طبعا ملي امبير لاش لانه وحدات المقاومات بالكيلو اوم الاي اثنين داش صفر فاصل سبعة واحد خمسة ستة ملي امبير والاي ثلاتة داش هذا يساوي صفر فاصل خمسة تسعة اثنين اربعة ملي امبير هذا بالنسبة لي في الحالة الاولى لما نخدم المصدر هذا وبالتالي التيار اللي مار في الاربعة خلي احنا نقوله من اللي كبير هو الاي وان داش ولا الاي تو داش الاي وان داش معنا الطيار اللي مار في الاربعة بوين سبعة كيلو اوم الداش الاول فهو يساوي واحد فاصلة ستة خمسة ناقص بوينت واحد وسبعين ستة خمسين هطلع لي في سفر فاصلة ثلاثة اربعة خمسة تسعة ميلي امبير وطبعا ما حد تجاه الاي وان داش معناها يشبه لقطة بالشكل هذا هذا التيار اللي مار في الاربعة بوينت سبعة من تأثير اه نجو نلغو المصدر هذا ونخدمو المصدر هذا فيبدأ فيبدأ معاي الموضوع بالشكلية هادي هذا زي ما تفهمنا دا ما نخلوهم ميلات نساوهم نكونوا بشكل مساوي بالشكل هذا وهذا المصدر وهذا كنتغيه بشورت سيركت فقاعدة المقاومة بروحها اربع فاصل سبعة كيلو وستة فاصل اتمانية كيلو وون بوينت وين كيلو وستة فاصل اتمانية كيلو فعا نفس الشي زي ما قلت لكم في الحالة الاولى ممكننا حد يحل هنايا بالدلتا وستار ويجيب الار توتل وبعدين يجيب الاي توتل ويقعد يقسم في التايير لين يوصل به لغادي فهذه مفيهاش مشكلة لكن اسرع لي لو اني نديرها بالمشي انالسس اي وان دابل لاش اي تو دابل لاش واي ثلاثة دابل لاش فندير المعادلات بالنسبة لالاي وان هالي نفس الشي هيكونه اربع طاش فاصل خمسة اي وان دابل لاش ناقص اربعة فاصل سبعة اي اتنين دابل لاش ناقص ستة فاصلة اي تاته دابل لاش يساوي زيرو وبالنسبة للووب هادي ناقص اربعة فاصل سبعة اي وان دابل لاش زايد ماش فاصل ستة اي تو دابل لاش ناقص ستة فاصل تمنية اي ثلاثة دابل لاش يساوي صفر وهنجو للتالتة والاخيرة ناقص ستة فاصلة اتمانية اي ون دابل داش ناقص ستة فاصلة اتمانية اي اتنين دابل داش زايد عشرين فاصلة اربعة اي تلتنية دابل داش يساوي عندك اعنا ناقص حشرة تمشي جهتان لموجود حشرة فعندنا معادلتين في مجهولة او تلات معادلات في تلات مشاهيل اربعتاش ونص وهناقص اربعة فاصلة سبعة ناقص 6.8 وزيرو هنا ناقص 4.7 12.6 ناقص 6.8 وزيرو وهنا ناقص 6.8 ناقص 6.8 22.4 وزيرو بالنسبة لي ال i1 دابل لاش يساوي صفر ال i2 دابل لاش تساوي صفر عمنا نشوف وش نصير مش صفر ما يساوي الصفر انا نتلخبط دال الحاسب العشرة هي قدرتها صفر فتصفرت لنا بحكم الهجاة هذي كلها صفار بالنسبة لل i1 بوينت اربعة وسبعين صفر فاصلة اربعة وسبعين مليمبير وال i2 دابل لاش صفر فاصلة 82 18 مليمبير وال i3 دابل لاش يساوي 1.01 مليمبير فاوكي نجيبه التيار هنا نسموه i التيار مارف الاربعة فاصلة سبعة كيلو اوم الدابل لاش ف اي ون ناقص الاي تو او اي تو ناقص الاي ون نقوله انه هو اي تو ناقص اي ون احنا بيمشي مع تجاه الاي تو فهم هنا صفر فاصلة 8218 ناقص 0.74 0.8218 0.0.818 0.0818 مليمبير لكن وين يشبه يشبه فوق لاش لاني اطرحت اي 2 ناقص اي واحد فهو ماشي مع تجاه اي 2 اوكي فهنا لو تلاحظ هاي ان التيارات فيه تيار يشبه لطة ماشي نازل بالشكل هذا او ماشي هكي وعند تيار يشبه فوق لي هو ماشي بالشكل هذا ف هناخد الفرق مبيناتهم ونمشي مع تجاه الاكبر ف اللي يشبه الحلوطة هو الاكبر معنا هنقول اربع فاصلة سبعة كيلو اوم التيار مارفها يشبه اي اربع بوين سبعة كيلو اوم داش ناقص اي اربع بوين سبعة كيلو اوم داش فهذا حيساور معاي بوينت اربعة ثلاثين تسعة وخمسين ناقص الرقم اللي طلع فطلعت معاي بوينت ستة وعشرين وعشر ثانية بعدها use superposition to find the power in 10 اوم ريزيستور in the given circuit نبو الpower في 10 اوم ريزيستور فا قداش لدينا مصدر لدينا اربع مصادر فحنحتاجه ان احنا نخدمه اربع مرات فنشوفه اول شي لما نخدم اتنين امبير هذا فهذا يبدأ هذا معناها المقاومة هذي تولي توازي فمعناها تلتغى معناها التيار اللي ما عرف ها زيرو فمعناها هنقوله ان التيار اي المعرف العشرة اوم داش ساوي زيرو مغير ما نحل لح لما نخدم هذا 8 امبير نفس الشي قاعد هذا ملغي ولا احنا هالتيار نسموه الحشرة دابل داش احنا يزيرو بلما نخدم التالت هذا اللي هو 3 امبير قاعد هذا ملغي ولا شورت سيركيت معنا المقامة توازي شورت سيركيت معنا هالتيار طيارات ونخدم هذا فهذا يخدم كويس وفه نقوله انه هنا هو الباقي كلها هيبدأ نحاودوا رسمة دايرة شون هيبدأ معاي احناي واحد احناي اتنين هدا ما حاش لينا بها علاقة هذا ما حاش بندوره بالشكلية هادي احناي هذا الاربعين وهذا الحشرة وهناي اللي هو عندي المصدر بلاس ماينس احناي ميت فولت اه المطلوب حساب التيار في العشرة ف لو نقولوا هذا اتجاه التيار نسموه اي المار في العشرة واربع داشات فلو تلاحظوا ان جد توازي المصدر المقامة هادي فمعناها من غير ما نحلل ان اي المار في العشرة اوم اربع داش اللي هو يسوي فرق والجهز على المقاومة فمية على عشرة يعطي عشرة وطبعا الوحدة بالامبير انها المقامة بالاوم وبالتالي الباور تساوي بحكم انها محصلة التيارات التيار لمها في الحشرة يساوي زيرو زيت زيرو زيت زيت حشرة فهو يساوي احشرة امبير وبالتالي الباور اللي في الحشرة اوم يساوي اي سكوير ار هي حشرة تربية ضرب الحشرة هيش انته ساوي الف وات او نقدر نقوله اذا الباور اللي موجودة في الحشرة اوم نقوله واحد كيلو وات بمنها الف وات فهي نفسها واحد كيلو وات انا دمعاني يعني احنا في السيركتس مش معناها الواحد بيشد البير ويبعد يحلل فالمفروض يفكر يبدأ فيه تفكير وفيه سنس مرة طريقة ما نحتاجش ان ينين حلل اصلا فهنا هنا لما جنا بسوبر موسيشن لما لغينا المصادر كلها بتخدم هذا وهذا وهذا فهذا قاعد ملغي لما هذا ما قاعد ملغي معنا فيه شورت سيركت عالمقاومة وبالتالي ما فيش تيار ما عارفها نجو ناخدوا سؤال بعدها هما خلي نقولوا هما هادم ال a وال b هذه هي النقطة a وهذه النقطة b فخلي نجيبوا دائرة المكافية ما بين نقطتين a و b لو طلحنا معي مصدر تياره مقاومة توازي نقدروا مصدر جهده مقاومة توالي بالتالي ما احنا هنقدروا احنا نخلوه بالشكلية هادي مقاومة وهذا مصدر جهد وهذا اللي هو عندي نقطة a وهذه النقطة b وهذه المقاومة اتنين فاصلة سبعة كيلو طبعا هادي تمنتاش في تلاتة بوينت تسعة تمنتاش ضاروا تلاتة فاصلة تسعة تلات سبعين بوينت اتنين هادي قيمة الجهد و اهنا عندي مقاومة اللي هي لان عندي مصدر تياره مقاومة توازيح خليتها مصدر جهده مقاومة توالي هادي وكان فيه واحدة تانية فما نجمحهم سيريس يبدو طول يعني اختصرت الخطوة تلاتة بوينت تسعة زايد اربعة بوينت سبعة فهم مقاومة واحدة واللي هي تمانية فاصلة ستة كيلو فنبقوا فرق الجهد بين نقطين اما تنين لو تلاحظوا ان جهد تيفنن هو نفسه فرق الجهد على المقاومة هادي فنقدروا نجيبوه بقانون مجزة الجهد نقول الجهد الكل سبعين فاصلة تنين في اللي نبقوا على الجهد اللي هي تنين فاصلة سبع احلى مشموعة المقاومتين تنين فاصلة سبعة زي تمانية فاصلة ستة وبالتالي سبعين فاصل تنين ضرب اتنين سبعة تقسيم اتنين ثبعين سبعة زي تمانية فاصلة ستة فيطلع معي ستاش أوين سبعة سبعة فولت آآ لو نقري نجيبوه مقاومة تيفنن نلغوا المصدر هذا فقلنا بنلغوا جميع المصادر ونخله مقاومات فقط. يعني مقاومة هي المقاومة المكافية بين النقوطين اي و بي. بعد الغاء جميع المصادر اللي موجودة في السيركت. فواضح جدا انه هو هيكون عندي تمانية بوينت ستة واتنين فاصلة سبعة هادو متوازي. فتمانية بوينت ستة ضرب اتنين بوينت سبعة. تقسيم اتنين بوينت ستة زي اتنين بوينت سبعة. فتطلع معاي تساوي اتنين فاصلة زيرو خمسة. خمسة كيلو اوم. وبالتالي داية المكافية لتفنن مصدر جهود ومقاومة متصلة معها على التوالي. بالشكلية هادي. فهذا احنا هي ستتاش فاصلة سبعة سبعين فولت. احنا هي اتنين فاصلة زيرو خمسة وخمسين كيلو. واللي قضيته بترده. احنا قضينا الشي هذا. فرده زي ما هو. احنا عنده ستة فولت. احنا هي واحد فاصلة اتنين كيلو. فلو ان احنا نجيبه هذا المطلوب الاول ان احنا نجيبه داية المكافية. والمطلوب التالي نجيبه التيار. هنقول ان التيار يساوي. هنختصرها على السريع. بالشكل هذا. ناقل ستة على مجموع المقاومتين. وهو اتنين فاصلة زيرو خمسة خمسين. زايد واحد فاصلة اتنين. فهو عشرة بوين سبعة سبعين تقسيم. اه. اين بوين او خمسة خمسين. زايد واحد فاصلة اتنين. فاطلع معي ثلاثة فاصلة واحد وثلاثين ميلي امبير. اوكي. ناخده مسألة ختمية نختمه بها لحاضرة اليوم. what is the value of the unknown resistor. المطلوب حساب قيمة المقاومة المجهولة. if the voltage across. خمسمائة اوم ريزيستر. is. اتنين فاصلة خمسة فولت. يعلي شنه هي قيمة المقاومة ار مجهولة. اذا كان قيمة الجهد على المقاومة. خمسمائة اوم ريزيستر يساوي اتنين ونصف فولت. طبعا احنا معينا الطيار بيمشي هيكي. جزو منها بينكسي منها. والباقي بيكمل. وبالتالي قطبية الجهود الصحيحة على المقاومات هتكون بشكلية هذي. معناها القطبية السليمة. هذي بلاس ماينس نين ونصف فولت. او كي بما ان عندك انت احنا يجهد في مقاومة نقدر نجيبه الطيار ما تنسموها ايكس. وبالتالي تقول لي ان اي اكس يساوي اتنين ونصف على الخمسمية. بالشكل هذا. او نشوفها قداش تساوي هذي. اتنين ونصف تقسيم الخمسمية. طلعت واحد على العشرين. او خمسة طارب حشرة والسالب ثلاثة. طبعا واحدة امبير. باهي تمام. ممكن ان هنا نجيب الجهد حتى هنا او نقدروا نجيبه نجيبه الجهد هنا. هنقولوا ان فرق الجهد على المقاومة اربا هين. فرق الجهد على المقاومة اربا من قانون كافيلا. كريتشوف. جي تجمع الجود. مجموع جود الحلقة المغلقة يساوي سفر. بعدين ترفع هذي الطرف تاني جيبها بروحها. هتقول انه هو عبارة عن خمسمية. ضرب خمسة ضرب حشرة والسالب ثلاثة. زايد الجهد هو اللي هو اتنين ونصف. آآ هيكون بالشكلية هذي. نضربه في الخمسين. خمسين ضرب خمسة ضرب حشرة والسالب ثلاثة. نجيبه اتنين ونصف. بطلعها معي اللي هو اتنين وثلاثة ارباع. آآ طبعا فولت. هذا فرق الجهد على المقاومة. بالشكلية هذي. آآ ممكن ان هنا نجيب بالتيارة هو. نديره تانية. هنقوله ان آآ الجهد هذا يساوي مجموعة الجهد همها اتنين. هنقوله اتناش هذا شين يساوي? يساوي خمسمية وخمسين في اللي هو هذا نسموه آآ زايد الجهد هو اللي هو خمسين ضرب التيار ما رفها. خمسة ضرب حشرة السالب ثلاثة زايد اتنين ونصف. وبالتالي نقدره نجيبه في طرف يساوي. عندنا موش نحو منها الرقم هذا. تقسيم الخمسمية وخمسين. فطلعها معي سبعة وتلاتين على الفين ومئتين طبعا الوحدة بالامبير بالشكل هذا. وبالتالي طبعا هذه عبارة عن عقدة على مجموعة تيارات الداخلة العقدة يساوي مجموعة تيارات يتطارعة منها. فالتيار المار في المقامة هذا سميته آي عالآرة. هنا شين يساوي عندك هذا خاش وهذا مزوس طلين يعني انه آي توتل يساوي آي المار في الآر زايد الآي اكس. وبالتالي الطيار المار في الآر هذا شين يساوي الآي توتل ماينس الآي اكس. فالآي توتل نحو منها الآي اكس. خمسة دار بعشر سرب ثلاثة. يطلع ماي اللي هو طول الطاش على مية او الف ومية طبعا امبير. فانا شين جبت جبت التيار المار في المقامة وجبت فرق الجهد على المقامة. يعني اي مقامة جيب الجهد عليها والتيار مار فاها من قانون اوم. ستقول لنا فرق الجهد لما نقسموه على التيار يحطينا قيمة المقامة. ففرق الجهد اثنين بوينت خمسة وسبعين على التيار اللي هو طلطاش على الف ومية. وبالتالي امبير هذا نضربه في اثنين بوينت خمسة وسبعين. فطلعت معي ميتين واثنينة وثلاثين فاصلة ستة تسعة اثنين اوم. هذا قيمة المقامة المطلوبة. طبعا حتى اني ممكن يتكد من حلها ان هو سريم. انه يحوض في قيمة المقامة هي نفسها. ويجيب الجهد هنا يعني فمثلا هذي المقامة هذي مش هذو مصدوص توالي يعني معنا الرقم هذا المقامة هذي توازي هما اتنين خمسمية وخمسين ولا. خمسمية وخمسين على هذا زيت خمسمية وخمسين. وطلعت المقامة اهما التوالي مع هذي توازي نزيد هذيك. خمسمية وخمسين. عشان ولا عندي توا الجهد الكلي قسمها على المقامة الكلية. طلع لي التيار الكلي. التيار الكلي نضربه في المقامة اللي ما نبيش على هالتيار. تقسيم مجموعة المقامتين. اللي هذي اتنين هيكة. زي المقامة التانية خمسمية وخمسين. مفروض يعطيني. اللي هو التيار اهنا يا. اللي هو خمسة دارة عشرة السالبة تلاتة. نضربه في قيمة خمسمية. طلع لي الجهد. اللي هو اتنين ونص. لاحظوا معينا الجهد عنها اتنين ونص. فكل اللي اللي ادرناه في السابق حل صحيح وسليم مية في المية. بالتوفيق ان شاء الله.